بسم الله الرحمن الرحيم وهو باق إلى أن تفنى الحياة على الأرض وفيه أنزل الله شريعته وحكمه التام ليتخذه الناس شرعة ومنهاج حياة وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي عجز الجن والإنس على أن يأتوا بمثلها بعد أن تحدهم الله بذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجرا متى نزل القرآن الكريم فضل قراءة القرآن وحكم حفظه بنتناقش بها مع فضل الشيخ إبراهيم علي رئيس صندوق المأزمين الشرحين زي حضرتك فضل الشيخ أهلا وسلم بحضرك أهلا بك أعوزين حضرتك تكلمنا عن وقت نزول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي الخاتم المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد في الحقيقة الله عز وجل نزل القرآن الكريم على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر في ليلة صفت سماؤها ورقماؤها نزل جبريل عليه السلام إلى سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ زي ما احنا عارفين أول آية نزلت في القرآن الكريم هي اقرأ باسم ربك الذي قال وآخر آية نزلت في كتاب الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إذا أول آية وآخر آية في القرآن الكريم نزل جبريل عليه السلام ليقول لمحمد اقرأ قد يسأل سائل أليس الله تبارك وتعالى هو علام الغيوب يعلم أن محمدا لا يقرأ ولا يكتب لماذا ينزل جبريل عليه السلام إلى رسول الله ليقول له اقرأ وعاد هذا الأمر مرة والثانية وقال له بعد الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين البشرية جميعا أن هذا القرآن الذي سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك قلت كده ليتحدى به الإنس والجن على أن يأتوا بمثل آيات القرآن لن يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة لو أنهم تعاونوا وأعدوا مع بعض وعملوا مجامع وعملوا مؤتمرات وعملوا اجتماعات عشان يأتوا بمثل آيات القرآن الكريم لن يستطيع لن يستطيع أن يأتوا بآية واحدة لن يستطيع أن يأتوا بسورة أو عشر صور مفتريات كما قال الله عز وجل أو يأتوا بمثل القرآن الكريم لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزله على حبيبه ومصطفاه كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول للبشرية أن الذي سينزل القرآن على محمد هو الله عز وجل لذلك قال له اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول للبشرية أن الذي سيعلم محمد هو الله لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي هكذا نزل القرآن الكريم في ليلة القدر نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل نزل اقرأ وآخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كيف تأثر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالقرآن الكريم في قصة إسلام هو في الحقيقة الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كأن القرآن هو يخاطب القلوب أولا القرآن قبل أن يخاطب العقل فإنه ينزل على قلوب الموحدين لله تبارك وتعالى فالذي يقرأ القرآن ويستمع إلى القرآن الكريم لو أن قلبه نظيفا نقيا فإنه يتلقى هذا الأمر ويكون وسيل من وسائل الهداية سيدنا عمر بن الخطاب كان في يوم من الأيام أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس عداوة للإسلام وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سيفه وأراد أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله وكان هناك أعرابي يمشي في الطريق فقابل عمر قال أين أنت ذاهب يا عمر قال أذهب إلى محمد لأقتله فقال له وكيف تقتل محمد والقرآن يتلى في بيتك القرآن يتلى في بيت مين؟ في بيت سيدنا عمر من اللي بيحفظ القرآن؟ أخت سيدنا عمر أعدت تحفظ القرآن الكريم فلما دخل ووجدها تفعل ذلك فلطمها فسال الدم من شفتيها فنظر إليها عمر وكأن هناك رقة دخلت إلى قلبه فقال ائتني بهذا الذي تقرأيه أنا عايز أمسك الحاجة اللي أنت بتقريها دي إيه أنت بتعملي إيه فقالت له لا يمسه إلى المطهرون لو أنت عايز تمسك المصحف أو عايز تمسك القرآن الكريم روح توضى واغتسل وتطهر ثم عد إلي مرة ثانية هذا الرجل الذي كان شديد الغلظة شديد الكره للإسلام أمسك بالقرآن الكريم وقرأ أول سورة طاها بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة كأن سيدنا عمر لما قرأ هذه الآيات نزلت على قلبه فذهب مسرعا إلى رسول الله بعد أن كان يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمع إلى هذه الآيات فأصابت شيئا في قلبه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الباب وهو داخل سيدنا حمزة قال له هذا عمر فأنا له طبعا راجل بقوة سيدنا عمر من اللي وفق أدامه رجل بكوة سيدنا حمزة رجل بكوة سيدنا حمزة فقال له أنا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه دعه لي فلما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بمجامع ثيابه وقال له يا عمر ألم يأني لك أن تؤمن ألم يأني لك أن تسلم كأنه يقول ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فإذا بعمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان دعا لسيدنا عمر بالإسلام سيدنا عمر وقبل هذا كان النبي عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فأعز الله عز وجل الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان الفاروق الذي فرق بين الحق وبين الباطل العرب أهل فصاحة وبين والقرآن الكريم نزل باللغة العربية كيف تحدى القرآن العرب وهم أهل فصاحة وبين كيف عجزوا عن الإتيان بينهين هو في حقيقة الأمر الله عز وجل إذا أراد أن يتحدى قوم جاءهم من جنس ما يبرعون يعني بنوا إسرائيل كانوا بيبرعوا في إيه كانوا بيبرعوا في السحر فجاء سيدنا موسى عليه السلام ليتحداهم في جنس ما يبرعون ألا وهو السحر وجاء السحر واجتمعوا على نبي الله موسى عليه السلام وألقوا حبالهم وعصيهم يهيأوا إليهم من سحرهم أنها تسعة يعني هما سحروا أعين الناس واسترهبوها فجاء سيدنا موسى أمسك بعصاه وألقاها فتحولت بقدرة من لا يغفل ولا ينام إلى سعبان مبين والدليل على ذلك أن هذا السعبان هذه العصة تحولت إلى سعبان هذا السعبان له فم وهذا السعبان له جسد وله زيل يأكلوا ويلقفوا ما يأفكون اللي هما رمودة السعبان ده بيأكلوا والسعبان ده بيأخذوا فكان هذا دليل على أن هذا التحول هو تحول حقيقي وليس سحر لأعين الناس لذلك السحر أول ناس أمنوا بمين؟ بسيدنا موسى فخروا له إيه؟ ساجدين ساجدين قالوا آمنا برب العالمي رب موسى وهارون ليه؟ لأنهم رأوا الأمر على حقيقته أما معظم الناس اللي كانوا حوالين منهم شايفين العصة والثعبان والحبل والكلام ده شافوا أنه هو سعبان لكن الصحر شايف الثعباء العصاية عصاية وشايف الحبل حبل وشايف السعبان سعبان يرى الشيء على حقيقة هو عارف الخدع اللي عملها إيه؟ لكن لما نظر إلى عصة سيدنا موسى رأأها أنها تحولت إلى سعبان قوم سيدنا عيسى كانوا يبرعون في إيه؟ كانوا يبرعون في الطب فجاء نبي الله عيسى عليه السلام يبرئوا الأكمهة والأبرصة ويحيي الموت بإذن الله هم كانوا يبرعوا في الطب فجاء سيدنا عيسى ليتحدهم في جنس ما يبرعون العرب بقى العرب كانوا يقيمون للغة أسواقا كان الشعر عندهم ده عامل زي الميا والهوى كانوا في حاجة اسمها وحضرتك أستاذة لغة عربية كان في حاجة اسمها المعلقات السابعة أحسن وأفصح الشعر عندهم كانوا يعلقونه على جدران الكعبة إذلك حتى كان كانوا بيكتبوها بماء الدهب ويعلقوها لمدة سنة في حاجة بتقعد لمدة سبع سنين عشان كده في حاجة اسمها المعلقات السابع يعني في الشعر القديم المعلقات السابع إن هم بيختاروا أجود إنتاج اللغة العربية في الشعر فجاء القرآن الكريم ليتحدهم في جنس ما يبرعون العربي كان إنسان ذاكي كان على الفطرة الصحراء بتجعله يطلق مشاعره ويطلق ألفاظه عشان كده نزل القرآن الكريم قرآنا عربيا نزل باللغة العربية عشان اللغة العربية تستطيع أن تعبر بها بشتى وسائل التعبير فيها من الأدوات ومن الوسائل ومن التشبيهات ما تستطيع أن تحدث به كافة الناس وأن تحدث به عمة الناس لذلك أما كان في عصر الخليفة العباسي كان اسمه الخليفة أبو جعفر المنصور فكان دايماً الخلفاء بيقربوا الشعر منهم وكانوا بيدوهم الجوائز والعطايا فجاء الخليفة العباسي ده منع الكلام ده عن الشعر ده دليل إن العرب كانوا بيحبوا كانوا بيحبوا الشعر حباً عظيماً فكان الخلفاء يقربوا منهم الشعراء ويدوهم الهدايا ويدوهم العطايا فجاء الخليفة قال لهم لو أنتوا عايزين تجيبوا شعر تقولهولي اللي يقول لي على حاجة لازم أكون أول مرة أسمعها وكان الخليفة ده عنده إيه عنده غلام يحفظ الشعر الخليفة ده كان بيحفظ الشعر من أول مرة أول ما ما يسمع القصيدة يحفظها ويقولها على طول كان عنده غلام يحفظها من تاني مرة يبقى يسمعها من الشعر ويسمعها من الخليفة يبقى كذا سمعها إيه مرتين الغلام يحفظها على طول كان عنده جارية تحفظها من ايه من المرة التالتة فجه الأصماعي التفت أو رأى هذه الخدعة فأراد أن يخدع الخليفة فدخل عليه قال له أنا أقول لك قصيدة والخليفة كان حاطت شرط قال لك من كتب الشعر على شيء أعطيته وزنه ذهبا يعني الجائزة بتاعت الموضوع ده ايه أنا عايز أبيات شعر أول مرة أسمعها وفي نفس الوقت الحاجة اللي انت كتبت عليها الشعر ده هديك بوزنها ذهب فجي الأصماعي وكان الأصماعي شهير بالزكاء فجعلوا بأبيات من الشعر تنسب إليه بيقول له إيه صوت صفير البلبولي هيج قلب الثمل الماء والظهر معا مع ظهر لحظ المقلي وأنت يا سيدلي وسيدي ومولالي فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي فقال لا 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 وقد غدا مهرولي والخوذ ما لا اضطربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي قال له حين كذا انهض وجد بالنقلي طبعا أبيات شعر يعني فيها من المهارة إن كنت اللي قدامك مش هيلحق ولي 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 حاجات كده يعني تلخبط اللي ما يتلخبطش فالخليفة قاعد بيسمع الكلام مش عارف إنه هو يقول حاجة قال له طب انت سمعته يا سعدت الخليفة انت سمعت الشعر ده قبل كده قال لك لا أول مرة سمعه هيحفظ ايه ولا ايه كل والولا وكل كل كلام غريب كده يعني طب نده على الغلام انت سمعت الشعر ده قبل كده طبعا الغلام هو سمعه مرة واحدة طب يحفظ الشعر من مرتين والشعر ده عايزه ولا عشرين مرة عشر حضر يحفظه قال له لا لم اسمع به من قبل فجه على الجارية انت سمعت الشعر ده قبل كده قالت لا أنا ما سمعت الشعر ده قبل كده قال له إذن انت فزت بالجائزة طيب انت كتبت الشعر ده على ايه قال له لقد كتبته على عمودي رخام ورسته عن أبي أنا ورست الشعر ده أنا كتبت الشعر ده على ايه عمودي رخام ليه لأن الجائزة هتكون عبارة عن ايه وزن عمودي رخام فطبعا الخليفة انتبه قال له من أنت فعرف أنه الأصمعي فالخليفة بعد هذه الفعلة رضي عن الشعراء وكان يعطيهم ويجزل لهم في العطاء فهذا دليل على أن العرب كانوا يحبون الشعر وكانوا يحبون اللغة العربية فجاء القرآن الكريم ليتحدهم في جنس ما يبرعون يتحدهم في جنس اللغة العربية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرة وأن الذين لا يقومون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليم حتى أن في مكالمة معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم حضرتك عادة أكلم فيه يا الشيخ عشان أنا أصلي بس مش حفظ نعم تمام تفضلي أصلي الغرب الفتحة بس تمام تمام يتقبل منا ومنك هنقولي الكلام ده بس أنا أصلي الغرب الفتحة بس مش حفظة أي حاجة تانية يا أمي حتى حتى ولو آية واحدة الصوت بيقطع يا أس أيوة معاك يا أمي أيوة مع حضرتك الصوت بيقطع بس نعم ضمع نلقى نهار واستمر معايا نحن مسمعناش حضرتك كويس بس حضرتك بيأمي هي الزهر ها نحن مسمعين حضرتك كويس الصوت بيقطع آه تمام ماشي عندها صدع ليل ونهار ما بيروحش منها وما بتصليش غير بصورة الفتحة بس إن شاء الله هنجاوب على في فضل القرآن أو وجوب حفظ القرآن الكريم هل هو واجب لا في سؤال موجود معنا إن شاء الله هنجاوب عليه إن شاء الله إن ورود السؤال إن شاء الله كمان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته في ضوء هذا الحديث عاوزين حضرتك تكلمنا عن فضل قراءة القرآن بس معنا ودخل الأول السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت أسأل الشيخ سؤال اتفضلي لو سمحت يا شيخ بالوقت أنا بقرأ القرآن باستمرار يعني وبتصدخ وبذكر ربنا بس أنا على طول عندي أحساس إن ربنا مش هيتبنيني أو كده وعايز أرى في فضل صوت المور في إيه بقرأها كل يوم قبل أمناه والقرآن الكريم اللي أنا بقرأ أهل هيقعد مثل ميزان حسناتي ولا إيه طبعا عايزاك ترد عليها بس كده طيب حاضر هنرد عليك إن شاء الله شكرا يا أستاذة أم شادي طيب طيب إحنا بتقولي كان سؤال إيه اللي قابليه عشان بس اللي قابليه أستاذة بتصلي بسورة الفاتحة فقط هو يعني قراءة القرآن أو حفظ القرآن الكريم هو فرد كفاية يعني إذا قام به البعض سقط الإسم عن الجميع لكن الواجب يعني ما لا يؤدي الواجب إلا به فهو واجب يعني إيه يعني أنا النهاردة عشان خاطر أصلي لازم أقرأ سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة إن أنا أصلي بسورة الفاتحة على أصحاب هذا الرأي لأني في رأي تاني بقولك لازم تقرأ بعد منه جزء من وإن كان أغلب الأمة بيقولوا إنه هو سنة اللي هي السورة اللي بعد سورة الفاتحة هي سنة لكن الواجب هو إيه إن أنا أقرأ سورة الفاتحة يبقى ما لا يؤدي الواجب إلا به فهو واجب يبقى قراءة حفظ سورة الفاتحة هو واجب وصلها بسورة الفاتحة إن شاء الله صلاة مقبولة السؤال التاني هي بتقرأ قرآن وحسن ربنا سبحانه وتعالى مش هيتقبل منها وبتسأل عن فضل سورة الملك وبتقول هل قراءة القرآن دي هتقعد لها في حسناتها ولا لا طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي به وأنا معه إذا دعاني يبقى من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ ومن ذكره في نفسي ذكرته في نفسي ومن تقرب إليه بشبرين تقربته إليه بذراه يبقى أنت النهاردة حفظ القرآن الكريم أو كراءة القرآن الكريم هي فضل كبير من الله عز وجل ونعمة أنعام الله تبارك وتعالى لازم أن يكون عندك ثقة في رحمة ربنا سبحانه وتعالى ولازم أن يكون عندك حسن ظن بالله يعني أنت بتعملي الحاجة اخلص النية لله عز وجل نقيها من الرياء إن شاء الله وإن شاء الله ربنا يرزقك ويرزقنا القبول والإخلاص إن شاء الله تمام نستأنف الحديث عن فضل قراءة القرآن الكريم طيب فضل قراءة القرآن الكريم يعني عشان خاطر نشجع الناس أخواتنا المشاهدين على قراءة القرآن الكريم فأولا الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة بأول حاجة القرآن يشفع لك يوم القيامة الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ومن قرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتتعتع له أجران يبقى الأول كده نقول الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة يبقى هيكون في أعلى درجات الجنة ده كمان العلماء بيقول لنا إيه بيقول لك إن عدد درجات الجنة على عدد آيات أو صور القرآن الكريم يوم القيامة يقال للعبد اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ فكلما قرأ آية صعد درجة كلما قرأ صورة صعد درجة يبقى لحافظ القرآن كله يبقى في أعلى درجات الجنة الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن عندنا أمهتنا واجددنا وأبائنا واخوتنا ساعد بيلاقي فيه تعتع في قراءة القرآن الكريم يقول لك أنا بمسك المصحف مش قادر أنت عندك حلين للموضوع ده إما أن تقرأ القرآن وتتعتع ويفضل أنك أنت تحفظه وتقرأه على شيخ عشان يردلك الأخطاء اللي بتحصل منك أو أنك أنت تستمع للقرآن الكريم اللي بيقرأ القرآن ويتتعتع له أجران أجرا على قراءته وأجرا على المشاقة التي يتكبدها يبقى أولا الصيام والقرآن يشفعين العب يوم القيامة الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران أجرا على قراءته وأجرا على تعطيه الحاجة الأخيرة أنا عارف أنه فيه تقريبا مكالمة ولا أنت مستعجلة طيب الحاجة الأخيرة اللي ببشر بيها كل القارئين للقرآن الكريم من قرأ حرفا للقرآن الكريم فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف كما قال نبي صلى الله عليه وسلم ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم حكم حفظ القرآن الكريم ما إحنا قلنا قلنا يعني في إطار إيجابتنا على السؤال بتاع الأخت الفاضلة إن القرآن الكريم هو فرد كفاية لا بد أن يكون به جماعة أو مجموعة من المسلمين يقومون على حفظ القرآن الكريم أما الأفراد كل واحد خاصته يبقى أقل شيء أن يكون حافظا لسورة الفاتح وموضوع القرآن الكريم فيه حاجات كتير في الإعجاز في القرآن الكريم والإعجاز اللغة والإعجاز العلمي في القرآن الكريم والإعجاز الرقمي في آيات القرآن الكريم أعتقد أنه بيحتاج منا إلى حلقات وحلقات إحنا معنا دقيقتين بس كنا عاملين مسابقة بمناسبة الحلقة بتاعت القرآن الكريم عاوزين بس حلقة تعرض لنا الديزاين بتاعت المسابقة معنا على الشاشة عشان بك نتكلم عن تفاصيل المسابقة حالك معي بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فتشجيعا من إدارة البرنامج لحفظة القرآن الكريم سيتم عمل مسابقة لحفظ القرآن الكريم كاملا بشرط قلة يزيد سن المتسابقة عن 18 عام رسالة صفحة البرنامج برنامج وذكر وكذا بشكر حضرتك وقتنا ما حضرتك بيعدي بسرعة جدا بشكركم مشاهدينا وانتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام شكرا للمشاهدة